رد حزب الله على اغتيال الشهيد طالب سامي عبدالله أبو طالب ورفاقه عبر توسيعه نطاق الرد باتجاه مدني ومستوطنات الشمال كما ونوعا فتح باب النقاش واسعا في إسرائيل بشأن جدوى اغتيالات كهذه وتأثيرها على أسلوب عمل حزب الله وقدراته التي لم ولن تتضرر بحسب محللين إسرائيليين لقد رأينا أن حزب الله أطلق الصواريخ على كثير من مستوطنات الشمال بأعداد لم نرها من قبل صليات تقيلة من الصواريخ والأدرار كبيرة حزب الله يحاول ضرب كثير من المواقع العسكرية ونحن منذ ثمانية أشهر نرى الصور القاسية عند الحدود الشمالية منازل تدمر بالصواريخ التي لا تتوقف باتجاه مستوطنات الشمال إجماع الخبراء في إسرائيل على أن حزب الله نجح في إدخال إسرائيل في حرب استنزاف لا نهاية قريبة لها وتأكل الردع الذي أفضى إلى إملاء حزب الله قواعد اللعبة على الجبهة الشمالية عند الحدود مع لبنان قبلهما غضب عارم وسط المستوطنين والرؤساء المستوطنات في الشمال الذين فقدوا ثقتهم بالحكومة التي هجرت الشمال وتركتهم تحت رحمة صواريخ حزب الله حزب الله يسمح لنفسه باستنزافنا حزب الله يملل وطيرة في الشمال ويقرر إلى أين يطلق الصواريخ وبأي قوة قوة الردع لدينا صحقت على مدى ثمانية أشهر بنحو غير عادي نحن نرى أن حزب الله يفعل بنا ما يريد يطردنا ويضربنا كل يوم وكل ساعة ويوسع إطلاق الصواريخ دولة إسرائيل تدار بدعف وهذا ما يحصل عندما يكون لديك حكومة ضعيفة وفيما حذر محللون من سيناريو رعب في الشمال نتيجة الدخول في معركة واسعة مع حزب الله أشار خبراء إلى أن الجيش الإسرائيلي غير القادر على ردع حزب الله لا يستطيع حتى وإن أراد ذلك أن يخوض معارك لفترة طويلة على جبهتين معا ولسيما في ظل إنهاك قواته واستنزاف قدراته سواء في غزة أو عند الحدود مع لبنان مع تحول إسرائيل برأي جنرالات سابقين إلى حقل رماية لكل جهات محور المقاومة من الإسماعيل الميادين